اشتركوا في القناة كان المشتركا تزامنا مع الذكرى الثانية عشرة لثورة السورية اخدوا فيه على التزامهم بدعم السوريين ضد نظام ارتكب انتهاكات جسمة بحقهم قبل وقوع الزلزال بفترة طويلة البيان حثى المجتمع الدولي على العمل بشكل اكبر لمحاسبة ميليشي اسد وجميع مرتكب الجرائم في سوريا خاصة ان ما يحدث مؤخرا خلق بيئة ملائمة لتهريب النظام للمخدرات وتهديده الاستقرار الاقليمي كما رحب البيان بجهود المحاكم الدولية التي تحقق بالجرائم التي وقعت في سوريا ومحاكمة مرتكبيها وطالب بالافراج الفوري عن اكثر من مائة وخمسة وخمسين الف شخص لا زالوا معتقلين او مفقودين او توضيح الحقيقة بشأن مصيرهم ومكان وجودهم البيان الرباعي تبعه تصريح اوروبي على لسان الممثل الاعلى للعلاقات الخارجية والسياسية للاتحاد جوزي بوريل الذي اعلن ان اوروبا مستمرة بمعارضة التطبيع مع ميليشيا اسد ما لم تنخرط في حل سياسي حقيقي يتماشى مع القرار الاممي الفين ومئتين واربعة وخمسين بوريل جدد تأكيد الاتحاد ان ميليشيا اسد ارتكبت جرائم عديدة في سوريا ودمرت بشكل فضيع العديد من المناطق داخل البلاد البيان الرباعي والتصريح الاوروبي برفض التطبيع جاء بعد محاولات عربية لتعويم ميليشيا اسد متناسية جرائمه بحق السوريين اشتركوا في القناة